وجه الرئيس السيسي بالاسرائي في وضع المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة حيث التنفيذ خاصة في المدن الأكثر تكدسا بالسكان جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مع الوزراء والمسؤولين المعنيين حيث اطلع للخطة التنفيذية للمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات وضح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن رئيسه وجهه بضرورة أن يشعر المواطنون بتحسن ملموس في مجال النظافة وذلك في ضوء الأهمية القصوى التي توليها الدولة لصحة المواطنة المصرية وتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية فضلا عن إبراز الوجه الحضاري الذي يليق بمصر وشعبها